مشاهدي قناة شوف تيبي صباح الخير كانت واجدوا بدوار اولاد العمرق بجماعة الجابرية باقليم سيدي بالنور معانا هذه جدة ديال واحد الوليد اللي تزاد من كل شمو يعني ما مختمش ما مطهرش وخاصه دباع عملية جراحية ولكن الحالات ديالهم ضعيفة كما كتشوفوا يعني خاص مساعدة ديال المحسنين وديال الناس يعونوه معانا جدة ديال اللي تحكي لنا واتكلم لنا يعني كيفاش تزاد هذه الوليد السلام عليكم الله تعاونكم والله ارحم لكم الوليدين كامل اليوم في جمعة هذا الوليد زاد من كل شموعيان واليوم انطلبوكم تعاونونا عليه لاد العملية ديالو يعني ازاد مطهر ومرجيد الله ارحم لكم الوليدين والله يعاونكم اليوم في الجمعة كاملة معانا عدو blue warten عشر عام الله يعاونكم اليوم لا يعاونونا على ارحم لدعا دورcedair sante وبقبلة هارا خاصة عملية جراحية الله يعاونكم كما تسمعوا هذه الجدة تقول بأنه في العمار 14 سنة وخاصة عملية جراحية باش يطهر يعني هو تخطين خطانا ما كاملاش يعني تزاد من الكرشمو بحركة وهذا الظواهر قليل في كنشوفوهم مرة مرة هنا في كي تواجد يعني في هاد دوار دوار العمري بجماعة الجابرية بإقليم صدي بالنور هذه الجدة ديالو كتناشدكم لأنه هو يتيم هاد الوليين الأم ديالو توفات وحالة ضاعفة دروف اجتماعية صعبة دروف قاهرة كيعيشوا فيها هاد الناس ثم كتشوفو أمام المنزل اللي كيسكنوا في هاد الناس الجدة ديالو فهي كتناشدكم وكتطلب من جميع المحسنين وجميع من كل من كيشوف هاد الفيديو هاد المباشر يعني تتعاون معهم ويقدم لهم يد المساعدة فهما كييجوا في هاد الجماعة ولكن بعيد بعيدة على الجماعة لأنه المسلك الطرق اللي تخلنا منه فما يعني غير مسلك طرقي يعني غير التراب والأرضية مشيشي تريق مزيانين يعني صعيب باش يوصل لهم الإنسان تل هنا فهالرقم الهاتف ديال هم تواصلوا معهم يقدروا هم ويطلقوا معاكم في مدينة السيدي بالنور فعني الجدة ديالو كتناشدكم وكتطلب منكم باش تعاونوا معها وباش تساعدوها يعني هاد دولي يديروا لي عملية جراحية في إحدى المساحات عن الطبيب باش يكملوا ليه الاختناد يالو لأنه عن دور أبع طاعة السنة هم ما كيشوفوا فيه ولكن دورهم الاجتماعية ما خلاتهمش يعني باش يمشوا عاد الأطباء ما عندهمش باش يمشيوا ما عندهمش يتنقلوا هنا فين كي يسكنوا هذه هي البلاصة التي كيتواجدوا فيها أكمل الان على هذه العمليون ومملكما في الاجتماعات على هذه العمليات جراحية على هذه العمليات السية يا الان teacher الله يعاونكم الله يجعل سيدين ليس كيش منك ليتم أن deutsche بدهم person الله يرحم يا الان والم خرط نحن بغينا سوف يتعاونه ويعود لباس عليه فعدنا ما بغينا بغينا نغاد أكل وليدي الطهر ودار لي العامالي لأنه تزاد بحركة تزاد بحركة وليت المهمة ممسيكين وتوفات كرة عدة عامين ويلة السنين هاي كات كتتعاني عليه كات كتتعاني وليني رما ما لحقت شدك الشي اللي كاتباه يعني كات الأمنية دياله يجب لي العمل يمسكين هاي هاي هيا وليدي الله رحم لكم ولكن مكتب شاي وتوفات هو بقدر الله من ورع قدرين ضاعي الله يععمكم لكن نتمنون شع الله المحسنين والناس قاع صحاب القلوب الرحيمة يعني يتدخلوا وتعاونوا معكم ويساعدوكم باش تديروا لي العمل آمين 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 رب العالمين آمين رب العالمين فهي هاد سيدة ما قال ياش كين سيد ولد عمو اللي غي يعطينا يعني رقم الهاتف باش اللي على الشاشة غي يعود يذكرنا به باش آمين اللي بغي يتعاون معهم اللي بغي يساعدهم يتعاصل بهم في هذا الرقم 07 67 04 73 83 83 يعني هدا هو الرقم اللي بغي يتعاون معهم ويساعدهم يتواصل معهم في هذا الرقم لأنها دوليد خاصة عملية جراحية فهو كيتألم كيشوف الديالي اللي غرانو اللي بحالو يعني وضعيتهم آآ كلهم مخطنين يعني مطهرين هو مشكين باقي فهدويد من كيشوف صحابه يعني كيحس بالآلام كيحس بشكين بنقص الله يعاونكم والله الله يرحم لكم الوالدين لما كونوا معنا وعاونونا على هذا الرقم لا عدوا 14 سنة وقول الله يعاني والله راجل أو شي بقى ولا أكبر ولا يشوف القرانو ويشوف اللي حداه ويشوف هو باوي وتألم الله الحم لكم الوالدين والله يعاونكم والله يجعل سيدان باليوم الجمعة يكون معاكم إذن كما سمعتوه هذا كان نداء ديال هد الجدة ديالو اللي تايك تتألم معه محده وكي تتألم هي دائما تايك تتألم معه كانت منه صادقين إن شاء الله قاء أصحاب القلوب الرحمة والمحسنين والجمعيات يدخلوا ويتعاونوا مع هد وليد وشديد هد العملية الجراحية اللي هو في أمس الحاجة لها خاصة أنه وده بكي يشوف الأصدقاء ديالو اللي كي سكنوا حداه كلهم وضعيتهم عادية هو مازال مشكلة ينتظر ما لقاش اللي يساعدوا واللي يساعدوا واللي يكون في جنبه فإن شاء الله ما غاديش تفوتوا هذا أخوكم والدكم والابن ديالكم يعني كل من يقدر يساعدوا ويعونوا فهو يتواصل معهم ويحاول يتكلف به ويدير لي هد العملية الجراحية فهذا أمال واليوم الجمعة إن شاء الله أجره كبير عند الله اللي غيقوم بهد الحسنة إن شاء الله رحمه الرحيم وفي انتظار إجراء هذه العملية أستودعكم الله وإلى اللقاء شكرا شكرا شكرا